رحبت جامعة الدول العربية بتشكيل الحكومة اللبنانية حيث هنأ أمين عام الجامعة أحمد أبو الغيط نجاح رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في إدارة مشاورات التشكيل الحكومي وأعرب عن تقديره للرئيس اللبناني مشيل عون في دعم جهود المشاورات بهدف الوصول إلى توافق حول تشكيل الحكومة زمن العلاج بالمسكنات انتهى وما عاد فيه حدا قادر يخبي راسه بالرمل الأمور واضحة ووضوح الشمس كل المشاكل المعروفة وأسباب الهدر والفساد والخلل الإداري معروفة كمان تعهدات بإصلاحات جريئة وعد بها رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري شريطة عدم التأخر في معالجة المشكلات الاقتصادية التي تواجه لبنان المثقل بالديون وسط قلق لبناني على الوضع الراهن المأزوم بمشاكل إدارية مختلفة تعرفوا أنه كانت مرحلة سياسية صعبة وخاصة بعد انتخابات بلنا نطوي صرحة بلنا نشتغل فبعد أشهر من الخلافات والتشاورات بين التيارات والأحزاب اللبنانية المختلفة ولدت الحكومة وسط تحديات اقتصادية واجتماعية وخدمتية ناهيك عن أن الرئيس الحريري تشرت التعاون بين وزراء حكومته حتى ترقى وتنجح بتجاوز مرحلة التحديات إذن حكومة لبنان تشكلت بوزرائها أخيرا بعد حوالي تسعة أشهر من إجراء الانتخابات الرئاسية جاءت خلالها خلافات بشأن توزيع الحقائب الوزرية الثلاثين لتبدأ مشوار نيل الثقة البرلمانية بعد أن تصدر بيانها لتكون المحصلة شهرا إضافيا على التسعة أشهر السابقة مما كان يفترض أن ينجز بأسابيع قليلة بهدف بدء العمل في مواجهة تحديات لبنان الاقتصادية أهمها تقليل حجم الدين الذي وصل إلى 150% من الناتج المحلي الإجمالي